اشتركوا في القناة ومن ذلك رامته آمين اللهم آمين موسى الكليم عليه وعلى نبينا السلام انطلق فرعون عليه لعنة الله فجمع السحرة كما تقدم معنا وموسى عليه السلام معه أخو هارون عليه السلام ويقفان أمام هذا الجيش من السحرة ولكن أنت الجماعة ولو كنت وحدك مش بس لو أخوك معاك لا أنت لو وحدك ولكنك على الحق فأنت الجماعة فأنت الجماعة أحيانا الشيء يذكر يعني بعض الناس يقول لك معقول أنت صح والباقي كله غلط هي الناس عندها كده يعني عدة قواعد منها أن الكثرة دائما على صواب وهذا خطأ الله تبارك وتعالى يقول وقليل من عبادي الشكور هنا قلة هم في طاعة الله هم إيه قلة وقال سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين يبقى الكثرة ليسوا مؤمنين خلاص والقلة هم كما قال سبحانه وقليل من عبادي الشكور فموسى عليه السلام وقف مع أخيه وفرعون جمع السحرة وكان يعني على اختلاف أعدادهم فلما أتوا قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى كلام الرسل وكلام الأنبياء وكلام العلماء والداعين إلى الله هم يخافون على الناس الأمر مش زي ما هم ظنين يعني ما واحد روحي كلم واحد يقول له عايز منه مصلحة لا يا أخي أنا لا أريد شيئا منك أنا أريدك أن تدخل الجنة طيب إنت يعني إيه شغل أنتك يعني أنت مالك مالي إنت ليه جايلي تقول لي طالما أن الله تبارك وتعالى شرف الإنسان بالرسالة أو بالنبوة أو بالعلم فوظيفته خدمة عباد الله العالم هو في خدمتك بدليل أن أنت حضرتك لما بتحتاج عالم حق يعني حقا بتحتاج عالم في فتوى تتصل عليه رد عليك بتتكلم مع نص ساعة ساعة ساعتين ما عندك مشكلة أبدا ولا يريد شيئا منك ما بيقول لك شهات المقابل لا 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 أبدا ما زي ناس كده بتدعي العلم واحد بيقول له أنا عايزك في مشكلة يعني بين وبين أهل بيتي ومحتاج حضرتك فيها يعني فممكن تجلنا بكرة فقال له لا مش هاسمها بكرة حاجة اسمها أنت فاضي إمتى وإنت مكانك فين السيارة اللي هتجبني أتاخد كام أنت عايزني وقت كام ساعة مش قصتي أنت مثلا ساعتين ثلاثة أربعة تتفق معايا وتدفع لي مقابلهم وبعد كده أجح للك مشكلتك يا أخي يا أخي اتق الله إن كنت ممن شرفك الله بالعلم فاتق الله في عباد الله فأنت في خدمة المسلمين أنت في خدمة المسلمين فانتبه لا يريد العالم من أحد شيئا فقط أن يدخل العباد الجنة باتباع ما أمر الله عز وجل فموسى عليه السلام قال لهم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب أنتم لو فعلتم فهناك هلاكس يأتي فانتبهوا أنا أخاف عليكم أنتم الآن لو نظرنا السحرة أعداء موسى وموسى عليه السلام عدو السحرة إحنا الآن في موقف عداوة ومع ذلك فموسى عليه السلام يخاف عليهم مش معنى أن أنت يعني وقفت موقف عداء إن أنا عايزة تهلك لا لا أبدا أنا أريدك أريدك أن تدخل الجنة ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وأنا أيضا أقول هذا لسحرة هذا الزمن لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب الله تبارك وتعالى أخذ الميثاق على أهل العلم لتبيننه للناس ولا تكتمون أنت عالم شرفت بالعلم وليس كل عالم سيدخل الجنة انتبه فإن أول من تسعر بهم النار منهم عالم وقارئ للقرآن فهو عالم وقد أثبت الله عز وجل له العلم وقد أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم له العلم بالفعل إنه فعلا عالم عالم تعلم وعلم وقرأ القرآن فالله تبارك وتعالى لما يوقفه بين يديه يعرفه نعمه عليه أنت مبئتش عالم شطرة منك ولا حاجة ذلك فضل الله عز وجل عليك قوة الحفظ رزقك الذكاء رزقك المال رزقك فأنت ماذا فعلت في النعم هذه فيقول أي رب تعلمت العلم وعلمته فيك وقرأت القرآن فيقال كذبت طيب كذب فيه كذب فيه قوله فيك أي خالصا لك يا رب فأقول الله تعالى إنما تعلمت وعلمت ليقال عالم كان نفسك يقوله الدكتور فلان شيخ فلان القارئ فلان اللي بيلف في العالم أنت كان نفسك فيدي وقد قيل فأثبت له العلم والقراءة ونفى عنه الإخلاص الذي كان محبطا لعمله نسأل الله السلامة نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم آمين اللهم آمين نسأل الله تعالى أن يسترنا وإياكم بستره في الدارين اللهم آمين فموسى عليه السلام قال للسحرة ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فلما قال هذه الكلمات السحرة تنازعوا فيما بينهم فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوة قالوا لا تعالوا بقى أن نتكلم على جنب كده وإيه موضوع هذا الرجل هذا ليس كلام سحرة هذا ليس كلام ساحر هذا كلام رجل صالح فبعضهم قال هذا رسول من الله حقا وبعضهم قال لا فهم تنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوة ثم علت كلمة بعضهم فقال قالوا إن هذان لساحران أي مسوهرون يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما برضو نرجع لنفس القضية أنتو عايزين تاخدوا الأرض يا عم مش عايزينها الأرض أصلا لله يورثها من يشاء من عباده خليلك الأرض خليك عليها مطمئن بس ادخل الإسلام اعبد اعبد الله عز وجل ده المطلوب من حضرتك فقط إنما فرعون قالها وهم أيضا يقولونها والمسألة عندهم مسألة تراب ليست مسألة دين ثم تناصحوا فيما بينهم فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا شوف الباطل وهو بيستعد للحق يستعد صفا بينما ترى يعني بعض الناس أو بعض أهل الدين والذين هم على الحق لا يأتوا هؤلاء صفا ودي مشكلة عظيمة بل هؤلاء طالما سعوا إنهم لا يأتيهم عباد الله صفا كما يأتونهم صفا فيعملون على التفريق فيما بينهم ده ده اتجاه كذا وده اتجاه كذا ده مش عارف إيه وده مش عارف إيه وتقع العداوة فيما بينهم وهم في الأصل هم صف الحق فلابد أن يأتوا هؤلاء صفا صفا فلما أتوا قالوا لموسى عليه السلام قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى شايف الثقة إحنا مش شرق معنا نبدأ إحنا نغلب وطبعا الناس خرجت لهم العوام اللي هيشهدوا هذه المبارزة بين الحق والباطل خرجوا وقالوا لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين ما قالوش إن إحنا إيه هنتبع موسى أو هنتبع اللي هيفوز هو المفترض لما يكون مثل هذه المبارزة موجودة أنت تقول أنا هتبع مين اللي هيكسب أما اللي إحنا جايين لي أصلا لا ما قالوش كده قالوا إحنا هنتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين طيب لو ما غلبوش لا إحنا ممكن نفضل زي ما إحنا ما نتبعش موسى ولا حاجة يعني سبحان الله مقييس عجيبة فعلا قالوا يا موسى أي السحرة قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا إنتوا عندكم ثقة طيب ما أنا برضو نفس الثقة بل هي أعظم وأشد قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى هؤلاء سحرة هذا سحر تخيل هما ألقوا قيل أنهم أتوا بحبال وجعلوا فيها الزئبق فلما ألقوها وكان طبعا هذا غير معروف لكثير من العوام في هذا الزمن مع حرارة الشمس خيل للناس كأنها حيات تسعى تمام فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى موسى عليه السلام لما رأى هذا خاف طيب هل هو خاف من افتتان الناس ولا خاف من الحياة خاصة أنه قد خيل إليه أنها حياة تسعى طيب كلا الأمرين جائز ما في مشكلة من الممكن فعلا أنه هو يكون خاف على الناس وهذا الأصل عنده الداعية إلى الله أنه يخاف على مصالح المسلمين ده الإيه؟ ده الأصل وقيل أنه هو خاف من الحياة وده برضو أمر طبيعي جدا يجي واحد يقول لك يعني أنا ما بخافش لا ما في إنسان مننا إلا وله نصيب من خوف ما طبيعي جدا إحنا كلنا بشر يعني من الطريف أن عن ترى هذا الشاعر الجاهلي وطبعا كان معروف بشجاعته عن ترى داخل الميدان الموضوع يعني تخليكم معايا بقى ده عن ترى فعن ترى وقف كده يعني في طريق ذات يوم أو وقف في طريق ذات يوم فرأى الناس كلها بتجري الناس كلها أرى بعض فقال لرجل يعني ماذاك إيه في إيه قال ثور هائج ثور إيه هائج في ثور جاي خلاص بقى يعني إيه فطبعا عن ترى برضو تقريبا شكله كان سريع أو في الجاري فبسرعة كده كان أول واحد في الصف تمام فواحد بيجري جنبه فبيقول له أتجري وأنت عن ترى يعني ما أنت تجري خايف من ثور يعني إحنا نعمل إيه الغلابة اللي جنبك دول أتجري وأنت عن ترى أنت أتخاف من ثور وأنت عن ترى قال ويحك ومن أدرى الثور أني عن ترى طب أنت مجموعة مغفلين وخيفين مني أنا ده ثور ما هيعرفنيش هيشوفني خلاص الموضوع إيه الموضوع حينتهي فموسى عليه السلام خف قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا لا تخف يا موسى فأنت الأعلى فأنت مؤيد من الله عز وجل والله تبارك وتعالى معك فمن كان الله معه فلا ينبغي له أبدا أن يخاف أو أن يخشى أحدا فالله تبارك وتعالى معه موسى الذي ألقي في اليم قبل سنوات موسى الذي ألقي في اليم قبل سنوات نجاه الله عز وجل وهو رضيع الآن يتركك لا والله بل هو معك وهو ناصرك فالله تبارك وتعالى قال إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا موسى عليه السلام ألقى أعصاه فما الذي جرى وما الذي حدث للسحرة هذا يكون مدار حديثنا في اللقاء القادم بإذن ربنا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا بكم دائما على خير غفر الله لنا ولكم أحبتي أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم هذا وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في الكون في هذا الوجود عجائب تزكي العقول وتذهل الأقصار كن مؤمنا متفكرا في صنعها ترجمة نانسي قنقر